اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما اي او تي او جي او سي بحيث انه الاي يرتبط مع التي برابطة هيدروجينية ثلاثية والاقوانين الهو جي يرتبط مع السايتوسين برابطة هيدروجينية ثلاثية تمام؟ فبالتالي الدي اناي هو عبارة عن سلسلة من النيو كيليو تيدات لكن انا عندي الدي اناي يا شباب وصفايا الهو بداية و الهو نهاية وهذا الموضوع بهمنا جدا نفهمه لانه هو ركيزة اساسية من ركائز ماتة التوجيه تمام؟ اللي هي بداية و نهاية سلسلة الدي اناي الان كبداية بقول لك تعمل مجموعة الفوسفات اللي هي بي على ربط جزي السكر بالاخر الذي يليه في السلسلة الواحدة من جزي الدي اناي هاي وظيفة مجموعة الفوسفات كيف يا استاذ اطلع علي انا في عندي هذا جزي دي اناي بحطي لكم اياه في الكتاب بتلاحظ كبداية انه انه في عند السلسلتين هاي السلسلة الاولى و هاي عند السلسلة الثانية في عندي الاي اقبالها تي وبينهما رابطة ثنائية والسي قبالها جي وبينهما رابطة ثلاثية الجي قبالها سيا رابطة ثلاثية والتي قبالها اي رابطة شمالها رابطة ثنائية طيب هسا حكينا القاعدة النايتروجينية مع السكر الخماسي مع مجموعة الفوسفات حكينا هذا كامل بنسمي ايش؟ بنسميه نيو كليوتيد فانا عندي هاي نيو كليوتيد و انا في عندي هنا ايضا كمان نيو كليوتيد اللي هو عبارة عن القاعدة T مع السكر S اللي هو الخماسي مع مجموعة الفوسفات بنحكي له نيو كليوتيد وهون نفس الكلام في عندي السكر السي مع البي مع مجموعة الفوسفات مع السكر الخماسي عندي نيو كليوتيد وعندي لقوانين مع السكر الخماسي مع مجموعة الفوسفات كمان عبارة عن نيو كليوتيدات فهو عبارة عن سلسلة من النيو كليوتيدات صح ولا لا؟ تمام لكن لكن مجموعة الفوسفات هاي شو وظيفتها إذا بتلاحظ طلع معاي إذا بتلاحظ أنا عندي مجموعة الفوسفات الموجودة هون هي تعمل على ربط السكر الخماس الأول مع السكر الخماس الثاني ومجموعة الفوسفات الثانية تعمل على ربط السكر الخماس الثاني مع السكر الخماس الثالث وهو نفس الكلام هذه المجموعة بتربط لهذا السكر مع هذا السكر وهذه المجموعة تربط لهذا السكر كمان مع هذا السكر وهكذا فبالتالي مجموعة الفوسفات في جزيء الـ DNA وظيفتها أنها تربط جزيء السكر الخماسي وغيبوز بالسكر الذي يليه في النيو كيليوتيد التالي في النيو كيليوتيد التالي فبالتالي هذه هي وظيفة مجموعة الفوسفات فإذا الفوسفات وظيفتها تربط جزيء السكر بالآخر الذي يليه طيب تمام مية مية طيب الآن شو هي بداية ونهاية سلسلتين الـ DNA بقول لك تختلف نهايتا سلسلتين الـ DNA إحداهما عن الأخرى على النحو التالي الآن بقول لك السلسل الأولى تنتهي بمجموعة فوسفات مرتبطة بذرة الكربونيقم 5 ويرمز لها بالرمز 5 براين بينما السلسل الأخرى تنتهي بمجموعة هايدروكسيل مرتبطة بذرة الكربونيقم 3 ويرمز لها بالرمز 3 براين كيف هذا الكلام يا أستاذ؟ طلع علي أنا باجيب أقول لك يا سيد العزيز في عندنا سلسلتين الـ DNA هاي سلسلة تمام؟ وهاي سلسلة الـ DNA هسا لو قلت لك أنه أنا في عندي هنا مثلا أدينين ثايمين تسلسل القواعد إغوانين إغوانين سايتوسين أدينين ثايمين أدينين إغوانين سايتوسين مثلا أنت سلسل معين راح يقابله في السلسلة الثانية الـ A شو راح يقابلها حكينا راح يقابلها T التي شو راح يقابلها A الجي بقابلها C والجي بقابلها C والسي بقابلها G والأي بقابلها T وعندي نفس الكلام هنا A وحيكون عندي هنا T وهنا راح يكون عندي C وراح يكون عندي G تمام؟ تمام شو هذا يا أستاذ؟ هدول هم القواعد النيتروجينية هسا شوف علي في جميع النيوكيليوتيدات في الاسم الإنسان السكر الخماسي ومجموعة الفوسفات هدولة ثابتات وما بتغيروا أبدا ما بتغيروا دائما الاختلاف وين بكون دائما الاختلاف بكون في تسلسل القواعد النيتروجينية هسا شوف تكون بالصورة ما في بني آدمين في الدنيا كلياتها بالطابق في تسلسل هذه القواعد هسا كل مجموعة قواعد هذا كلر رحكي لك عنه كمان شوية كل مجموعة قواعد بتسلسل معين وعدد معين بتعطينا ما يسمى بالجين ما هو الجين يا أستاذ؟ أنا لو بدي آجي أعرف الجين بحكي هو عبارة عن هو تسلسل من النيو كليو تيدات على طول جزيء الدياني طيب كيف يعني يا أستاذ؟ هسا الجين هو الصفة أنا باجي بقول لك أنت مثلا محمد لونه عيونه أسود لأنه يمتلك جين العيون السوداء راما مثلا أو لمية طول شعرها نحكي أشجر لأنه تمتلك جين لون الشعر الأشجر أحمد لون بشرته سمراء لأنه يمتلك جين لون البشرة السمراء الجين هو صفة سيترجم هذا الجين إلى صفة طيب الجين هو عبارة عن تسلسل من النيو كليو تيدات كل مجموعة قواعد يعني مثلا باجي بقول لك في عندنا القواعد جي جي سي اي تي هذول تسلسل من القواعد مجموعة من القواعد صح؟ هذه المجموعة من القواعد بطلق عليها اسم جين شو بطلق عليها؟ اسم جين إذن كل جين هو عبارة عن تسلسل من القواعد النيتروجينية طيب أستاذ هل البشر بتطابقه في هذا التسلسل؟ مستحيل حتى التوأم المتطابق لا يمكن أن يتطابق في تسلسل جميع القواعد النيتروجينية جسم الإنسان يحتوي على ما يقارب الـ 14 مليار قاعدة نيتروجينية في أفضل الإحصائيات حسا ما في كائنين في العالم بتطابقوا في تسلسل هدولر الـ 14 مليار حتى التوأم المتطابق مع أنهم بتشابهوا في كل الجينات لكن لما يوصلوا لجين البصمة هذا الجين يختلف ليش؟ لأن تسلسل القواعد النيتروجينية المسؤول عن جين البصمة عندهم مختلف بتطابقوا في كل شيء إلا في تسلسل القواعد تبع البصمة فبالتالي كل مشموعة قواعد أنا بطلق عليها اسم إيش؟ بطلق عليها اسم جين هو تسلسل من النيو كيليو تيدات على طول جزيء الـ DNA طيب هذا كلام راح نشرحه بالتفصيل لقدام شوي لكن أعطيتك عنه هيك نبذة بسيطة سريعة الآن خلينا في موضوع البداية والنهاية هستدي عنه إله بداية وإله نهاية السلسلة الأولى تبدأ برمز بسميه 5' وتنتهي برمز بسميه 3'. السلسلة الثانية عكسها تبدأ بـ 3' وتنتهي بـ 5'. هذا الكلام مهم جدا لازم تفهمه سلسلتين الـ DNA متعاكستان من حيث البداية والنهاية طيب يا أستاذ شو يعني 5' وشو يعني 3'. تعال نرجع على الشكل اللعن طلع علي بقول لك السلسلة الأولى تنتهي بمجموعة فوسفات مرتبطة بذرة الكربور نقم 5 ويرمز لها برمز 5' شو يعني هذا الكلام طلع علي أنا عندي هاي السلسلة الأولى إذا بتنزل لنهايتها راح تلاحظ أن أنا عندي في النهاية إيش مجموعة فوسفات صح ولا لا هاي مجموعة الفوسفات مرتبطة بالسكر الخماسي هاي في عندي إيش؟ في عندي رابطة طب السكر الخماسي يا أستاذ إحنا سميناه سكر خماسي رايبوزي منقوص الأكسجين ليش خماسي؟ لأنه يتكون من خمس ذرات كربون طب وين هو خمس ذرات كربونية أستاذ؟ طلع علي كل زاوية من الزوايا اللي عندي فيها كربونة ما عدا هاي الأكسجيني هاي ما فيها طلع أنا عندي هاي كربونة هاي كربونتين هاي ثلاثة هاي ما فيها وعندي واحدة هون رابعة والخامسة وين نازلة؟ الخامسة نازلة لتحت اللي هي الـ CH2 هسا إذا بتلاحظ هاي الكربونة الأولى وهي الثانية وهي الثالثة وهي الرابعة وهي الخامسة هسا مجموعة الفوسفات مربوطة بذرة الكربونة وقم خمسة عشان هيك أسميناها فاي فبراين بسبب ارتباط لأنها تنتهي بمجموعة فوسفات مرتبطة بذرة الكربونة وقم خمسة طب سأشو معنى ثري الثري إذا بتلاحظ السلسلة الثانية عكسها هسا هاي تبدأ بثري وتنتهي بفايف هاي تبدأ بفايف وتنتهي بثري طب شو معنى الثري يا أستاذ؟ بقول لك الثري معناها هو أنها تنتهي بمجموعة هايدروكسيل اللي هي الـ OH تمام؟ مرتبطة بذرة الكربون نقم ثلاثة ويرمز لها بثري برايم طلع علي أنا عندي نهاية السلسلة الثانية في عندي سكر رويبوزي بتكون من خمس كربونات وينهم يا أستاذ؟ هاي الكربونة الأولى هاي الكربونة الثانية هاي الكربونة الثالثة وهاي الكربونة الرابعة وعندي وحدة فوق كربونة خامسة طيب هسا إذا بتلاحظ أنا عندي هاي الكربونة الثالثة شو مربوط معها؟ مربوط معها الـ OH وهاي مجموعة الـ Hydroxyl هاي مجموعة إيش؟ الـ Hydroxyl فبالتالي بسبب ارتباط مجموعة الـ Hydroxyl بالكربونة رقم ثلاث سميناها 3π وهو نفس الكلام هاي راح تكون عكس هاللي فوق لاحظ معاي أنا عندي الـ OH مربوطة بالكربونة رقم ثلاثة وهونا 5 فبراي لأن مجموعة الفوسفات مربوطة بالكربونة رقم خمسة فبالتالي السلسلتين شمالهم متعاكستين الأولى تبدأ بـ 5 وتنتهي بـ 3 بينما الثاني تبدأ بـ 3 وتنتهي بـ 5 أو بالعكس واضح؟ فبالتالي الـ DNA له بداية وله نهاية وهذا الكلام لازم نفهمه لأنه هذا الكلام راح يفيدنا جدا في موضوع التوجيه لأنه احناك في التوجيه لما الـ DNA بده يتضاعف في الوحدة الثانية دائما يتضاعف من 5 فبرايم إلى 3 فبرايم لكن هذا انتوا الآن مو مطالبين فيه هذا ترضو بالتوجيه أوكي؟ 100% فبالتالي الـ DNA هو عبارة عن سلسلة كبيرة من الـ نيو كليوتيدات كل واحد نيو كليوتيد هو عبارة عن سكر خماسي ومجموعة فوسفات وإحدى القواعد الأربعة ATGC الـ A مع T بينهما رابطة ثنائية هايدروجينية والـ G مع C بينهما رابطة هايدروجينية ثلاثية الـ DNA له بداية وله نهاية يبدأ بـ 5 فبرايم وينتهي بـ 3 فبرايم في السلسلة الأولى والثاني معاكسة يبدأ بـ 3 وينتهي بـ 5 الـ 5 معناها انه مجموعة الفوسفات مرتبطة بالكربون رقم 5 والـ 3 معناها انه مجموعة الهايدروكسين مربوطة بالكربون رقم 3 100 100 طيب يا أستاذ الجين ما هو الجين؟ الجين حكينا هو عبارة عن جزء من الـ DNA قطعة صغيرة تسلسل معين من القواعد بعدد معين ونوع معين تمام؟ بعطيني ما يسمى بـ إيش بالجين وهذا كلام راح نشرحه بالتفصيل بعد حصين أو ثلاثة لما نوصل لموضوع الجين وتركيبه ووظيفته وأنواعه إن شاء الله تعالى أوكي 100% طيب أكتب سؤال من الكتاب أكتب تسلسل الـ نيو كيليو تيدات في سلسلة الـ DNA المكملة للسلسلة الـ هسوا معطيني DNA تسلسل A, A, C, A, G, C, T, T, G بدي أحط له السلسلة المكملة اللي هي المقابلة لها تعالوا الـ الـ بقابلها بقابلها T والـ بقابلها كمان T الـ C بقابلها G الـ A بقابلها T الجي بقابلها C والـ C بقابلها G التي بقابلها A وكمان A والجي بقابلها A بقابلها C هاي تبدأ بـ 5 برايم وتنتهي بـ 3 برايم وهاي تبدأ بـ 3 برايم وتنتهي بـ 5 برايم أوكي مية في المية طيب حسا هذا الموضوع الـ DNA في عليه مسائل حسابية مهمة جدا 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 وبتيجي في التوجيه وأصلا إجت لجيل 2005 الطلب النظاميين إجاهم سؤال وزاري على موضوع العمليات الحسابية كيف يا أسا هسا في عندنا قاعدة راح تخذوها بالتوجيه اسمها قاعدة تشارجاف وسميت بهذا الاسم نسبة للعالم تشارجاف شو بتحكي هاي القاعدة يا طلب القاعدة هاي بتحكي إنه نسبة القواعد النايتروجينية إلى بعضها البعض دائما ثابتة كيف يعني يعني الأي إلى التي والسي بالنسبة للجي دائما نسبهم ثابتة كيف إحنا مش حكينا إنه الأدنين دائما يرتبط مع الثايمين طيب هذا الكلام معناه إنه إذا أنا عندي جزيء DNA وهذا الجزيء يحتوي مثلا مثلا على عشرين بالمية من الأدنين هذا معناه إنه نسبة الثايمين كمان راح تكون عشرين بالمية ليش يا أستاذ لإنه لإنه تي دائما يرتبط مع الإي وإذا أنا عندي مثلا مثلا جزيء DNA فيه سايتوسين بنسبة مثلا أربعين بالمية فهذا معناه إنه نسبة لقوانين كمان راح تكون أربعين بالمية لأن دائما السيء مربوط مع إيش دائما السيء مربوط مع الجيء طيب بس هذه هي القاعدة نسبة القواعد الناية التوجينية إلى بعضها البعض دائما ثابتة هاي القاعدة اسمها قاعدة الشارقاف هاي راح تاخدوها في التوجيه وإجا عليها سؤال وزاري لطلاب جيل 2005 وكمان الطلب النظاميين وكذلك الطلب التكميليين إجا سؤالين عليها سؤال بالنظامي وسؤال بالتكميلي فاحتمال كبير هذا يجي كمان لإلكم إن شاء الله السن الجاي فالقاعدة مهمة جدا فيه عندنا سؤال بقول لك إذا كانت نسبة الثايمين في جزيء الـ DNA هي 30% احسب نسبة الإقوانين في ذلك الجزيء كيف ننحل هذا السؤال طلع عليه هو بقول لك شو ما أعطيك هو هو ما أعطيك نسبة الثايمين يعني بقول لك الثايمين نسبتها 30% شو بده بالسؤال بده نسبة لقوانين لقوانين قدياش يا أستاذ كيف بدي أحله طلع علي أنا بما إنه عندي الثايمين 30% الثايمين شو قبالها قبالها أدينين قد الأدينين كمان 30% بس هو ما بده الأدينين هو بده إيش هو بده لقوانين طيب الثايمين والأدينين قده مجموحهم لتنين هدولة 30 و 30 قداش 60% طيب قده بيضل عندي من المية بالمية بيضل عندي 40 صح ولا لا هدول الأربعين راح ينقسموا 20% لقوانين و 20% لمين للسايتوسين فبالتالي بيطلع عندي لقوانين نسبته 20% والسايتوسين كمان نسبته قداش 20% فبالتالي قداش نسبة عندي لقوانين راح تطلع راح يطلع عندي لقوانين نسبته 20% من هذا الجزء لازم يكون مجموع الأربع قواعد نسبتهم 100% فإذا عندي A 30 وحيكون T 30 62 بيضل عندي 40 20 بيقولك إذا كانت نسبة 30 فهذا يعني أن الأدينين 30 الاتنامجوحهم قداش 60 بالتالي لقوانين والسايتوسين مجوحهم قداش 40 بيقسمهم مع 2 قدال اللي قولنا هكون عندي هكون عندي لقوانين 20 واضح 100% طيب تعال في عندي سؤال ثاني بيقولك إذا كان عدد النيو كليوتيدات في جزء الدي أن اي 1500 نيو كليوتيد وكان عدد القواعد النيتروجينية G اللي هي لقوانين 400 قداش عدد القواعد A طيب شو معطيني هو معطيني الجي وبدو A وقال لك عددهم قداش 1500 طيب تعال أنا عندي الجي قداش معطيني إياها معطيني الجي 400 إذا قداش C كمان 400 طيب قداش مجموح هدول الاثنين مجموح 800 بس هو ما بده C هو بده A هو بده A إذا قداش بيضل عندي من 1500 عدد الكل أنا عندي كلهم 1500 اطرح منهم 800 قداش بيضل عندي بيضل عندي 700 صح ولا لا بيضل عندي 700 هدول 700 بنقسم لقسمين 350 رح يكون للأدنين و350 رح يكون لمن للصايمين فبالتالي قداش عدد القواعد الأدنين 350 بيقول لك إذا كان عدد القواعد الكل 1500 وعدد G400 فهذا يعني أن عدد C400 قداش مجموح عن 2 الكل 800 قداش يبضل عندي قال عندي 700 350 لل A و350 واضح هذا إجا سؤال وزاري لطلاب جيل 2005 واضح سهل إن شاء الله الموضوع أنه تمام 100 في المئة طيب هذا هو جزي الـ طلع معي أنا لما أجي أجيب الكروموسوم حكي الكروموسوم هو شكل الـ صح ولا لا لما أنا أجي أجيب هذا الكروموسوم وأفرط أفكر عن بعضه وأشوف وشو بتكون راح ألاحظ أنه عبارة عن سلسلتين تلتفان حول بعضهما البعض طيب ولما أجي أفرط هدول السلسلتين كمان راح ألاحظ أنهم بتكونوا من قواعد نايتروجينية ATGC وبينهما روابط ثنية وثلاثية وفي عندنا سكر وفي عندنا مجموعة فوسفات صح ولا لا في عندنا سكر مجموعة فوسفات فوسفات سكر مجموعة فوسفات وهكذا حسا بناء على هذا الكلام أنا بقدر أجي أقول لك هسا أنه أنا عندي هذا القاعدة مع السكر S مع مجموعة الفوسفات B بسميه إيش هذا كامل شو بسميه بسميه نيو كيليو تيد وهو نفس الكلام الجي مع الأس مع البي كمان بسميه نيو كيليو تيد والأ مع الأس مع البي نفس الكلام والت مع الأس مع البي نفس الكلام وهكذا على طول جزيء الدي واضح مية مية إن شاء الله أن الموضوع سهل وبسيط لكن لازم تفهمه لأنه هذا أساس في موضوع التوجيه أنا لنقع بشارك أول ثانوي وبنفس الوقت قع بشارك توجيه واضح لأنه منهاج كل أول ثانوي هذه الوحدة موجودة معاكم في التوجيه لكن طبعا بتفصيل شماله بتفصيل أكبر هذا بالنسبة للDNA طيب خلينا نيجي الآن على النوع الثاني للحموض النووية اللي هو إيش اللي هو الRNA ما هو الرن وشو وظيفة الرن وشو أنواع الرن في جسم الإنسان في الحصة ماضي الحصة الأولى حكينا أنه الرن وظيفة الأساسية أنه مسؤول عن تصنيع البروتين صح ولا لا وحكينا أيضا أنه جسم الإنسان فيما يقارب الخمس آلاف بروتين جميع هاي البروتينات من اللي بيصنعها اللي بيصنعها الرن طب كيف يا أستر كيف وشو أصلا البروتين اللي دوشت راسنا فيه وبيتقولنا بروتين طب شو البروتين شو وظيفته وكيف الرن بيصنع لنا في التوجيه في عندكم موضوع كامل آخر موضوع بالفصل الأول بتحدث عن موضوع تصنيع البروتين أنا راح أشرح لك لكن ما راح أفصل لك 100% لأنه تفصيل كثير وطويل وانتو مش مطالبين فيه لكن راح أعطيك النقاط الأساسية اللي بتفيدك في التوجيه طيب هسا كيف بداية الرن مسؤول عن تصنيع البروتين هاي وظيفته طيب شو الفرق بين الـ DNA وبين الرن أول اختلاف الـ DNA يتكون من سلسلتين صح لكن الرن عبارة عن سلسلة واحدة هاي أول اختلاف أنا عاملك جدول مقارنة بين الـ DNA وبين الرن من حيث 14 عدد السلاسل الوظيفة نوع السكر ونوع القواعد النايتروجينية طيب الـ DNA يتكون من سلسلتين بينما الرن بتكون من سلسلة بتكون من سلسلة واحدة بس هاي أول اختلاف الـ DNA حكينا وظيفته نقل الصفات الوراثية بينما الرن ايه شو وظيفته وظيفته تصنيع البروتين 100 100 طيب هسا الـ DNA حكينا فيه سكر رايبوزي صح وسمناه أكسيدين ليش سميناه منقوص الأكسيدين يا شباب سميناه منقوص الأكسيدين لأنه هذا السكر اللي هو اس الكربونة رقم أربعة تفتقر إلى عنصر الأكسيدين مش موجود فيها أكسيدين منزوعة منها ولهذا سميناه منقوص الأكسيدين واضح لكن في الـ RNA هذه الكربونة الرابعة مش منزوعة الأكسيدين طيب عشان تكون بالصور الـ RNA هو عبارة كمان عن نيو كليوتيدات وكل نيو كليوتيد هو عبارة عن سكر خماسي ومجموعة فوسفات وقاعدنا تجني من القواعد الأربعة لكن بدل سلسلتين سلسلة واحدة والفوسفات بدل ما يكون منقوص الأكسيدين يعني منزوعة من الأكسيدين لا في الـ RNA الأكسيديني موجودة ولهذا السبب شو بسميه ولهذا السبب بسميه غير منقوص الأكسيدين هذا بالنسبة لنوع السكر اللي هو السكر الريبوز وهذا راح تخدوه بالتوجيه بالتفصيل طيب هسا نوع القواعد في اختلاف بسيط في الـ DNA حكينا عننا القاعدة A والقاعدة T والقاعدة G والقاعدة C صح ولا لا لكن في الـ RNA عندي A تمام آسف ها مش T هاي هاي C عدلوها عدلوها هاي C في الـ RNA في عدنا A وفي عدنا C وفي عدنا G لكن بدل T شو في عندي في عندي U وهي القاعدة النايتروجينية اليوراسين فهم علي في الـ DNA عندي A T G C في الـ RNA ما عندي T تستبدل القاعدة T بالقاعدة U يعني بستبدل الثايمين بالقاعدة يوراسين أوكي طيب هاي بيقول لك يحتوي الـ RNA على القاعدة النايتروجينية اليوراسين وذلك عوضا عن الثايمين لازم تنتبه لازم تنتبه في الـ RNA ما عندي ثايمين في عندي إيش في عندي يوراسين هذا اختلافات بسيطة بادي أنه وبين الـ RNA وهذا كلام رح نشهر بالتفصيل إن شاء الله عز وجل قدام لكن الآن خلينا نعطي نبذة بسيطة عن وظيفة الـ RNA إن حكينا إنه الـ RNA مسؤول عن تصنيع البروتين صح ولا لا والله صح طيب السؤال اللي بيطرح نفسه ما هو البروتين جسم الإنسان يحتوي على ما يقارب الخمس آلاف بروتين كل بروتين من هذه البروتينات له وظيفة معينة إذا فقدت فقد هذا البروتين عمله حم علي جسمك في بروتينات هاي البروتينات كل بروتين إلو وظيفة إذا فقد هذا البروتين فقدت الوظيفة وبالتالي غصير عندي خلل في الجسم طب ما شو بتكون البروتين يا أستاذ بقول لك البروتين هو عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية ترتبط مع بعضها البعض بروابط بابتيدية شو يعني مش فاهم ولا كلمة يا أستاذ طلع علي بدي أشبه لك البروتين بشغلة لطيفة تقدر أنك تستوعبها هسا كبداية كلمة البروتين إلها اسم ثاني البروتين إلو اسم أو مصطلح ثاني بطلق عليه اسم سلسلة عديد البيبتيد البروتين إلو اسم ثاني اسمه سلسلة عديد البيبتيد كلاهما نفس المعنى طب شو هو البروتين يا أستاذ بدي أشبه لك البروتين يا سيد العزيز بالكلمة الكلمة في اللغة العربية كلمة آه كلمة كيف يعني؟ بتتكون من إيش؟ تتكون من الحرف القاف وحرف اللام وحرف الميم صح ولا لا؟ طيب القلم القلم هو البروتين القلم هو إيش؟ هو البروتين طيب من شو بتكون هذا القلم؟ هذا القلم بتكوى من حرف القاف وحرف اللام وحرف الميم صح أو لا؟ طيب البروتين هو عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية حرف القاف لو بدي أجي أعكسه على البروتين بحكي القاف هو عبارة عن حمض أميني واللام هو عبارة عن حمض أميني والميم هو عبارة عن حمض أميني فبالتالي صف عندي البروتين هو عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية هسا بين كل حمض أميني وحمض أميني في جسمي في عندي آسف رابطة بطلق عليها اسم رابطة بابتدية وهي رابطة قوية جداً تمام؟ طيب نعيد أنا بين كل حمض وحمض في عندي رابطة هذه الرابطة بسميها رابطة بابتدية وهذه الرابطة هي رابطة قوية جداً الآن لهذا السبب سمينا البروتين بسلسلة عديد الببتد لأنه عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية بيناتها روابط بابتدية ولهذا السبب سمينا بعديد الببتد طيب السؤال اللي بيطرح نفسه جسمنا كم حمض أميني فيه؟ وأصلاً أصلاً هاي الحموض من وين بتيجي؟ طلع علي هسا احنا في اللغة العربية كم حرف عندنا؟ في عندنا ثمانية وعشرين حرف صح ولا لا؟ هدول الثمانية وعشرين حرف كم كلمة بطونا؟ فيها بيقدر يحصي كم كلمة في اللغة العربية مستحيل ثمانية وعشرين حرف بطونا كلمات بأعداد هائلة جداً طب كل كلمة شو بتختلف عن الكلمة الثانية؟ تختلف في نوع الحروف وتسلسل هذه الحروف وعدد هذه الحروف صح ولا لا؟ يعني مثلاً أنا باجه بقول لك عندك كلمة قلم ومثلاً عندك كمان كلمة.. مثلاً كلمة قالة هسا قال فيها حرف القاف وحرف الألف وحرف اللام كعدد حرف نفس هذا. لكن شو اختلفوا؟ اختلف نوع الحروف؟ هون عندي ألف volunteered . هنا مع عندي ألف هنا عندي ميم هنا ما عندي ميم صح ولا لا إذا نختلف نوع الحوف وتسلسل والترتيب وعددها وكذلك الحموض الأمينية طب كم حمض أميني لجسمنا جسم الإنسان يا شباب وصوايا يحتوي على عشرين حمض أميني هدول العشرين حمض بعطونا خمس آلاف بروتين بحيث إنه كل بروتين هو عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية بتسلسل معين ونوع معين وعدد معين زي لماذا أقول لك مثلا كلمة قالة كلمة قلم كلمة أحمد كلمة سندس كلمة ناريمان كلمة هيثم كلمة حيرت كلمة كاميرا كل كلمة هي عبارة عن حروف معينة وعدد معين ونوع معين وكذلك الحموض الأمينية عندي خمس آلاف بروتين كل بروتين في عدد معين من الحموض ونوع معين وترتيب شماله وترتيب معين طب يا أستاذ هذه الحموض من أين نجيبها هذه الحموض إلها مصدرين والمصادر أنتم مش مطالبين فيها حتى العدد مش مطالبين فيه لكن لحتى نستوعب هذه الحموض إلها مصدرين الحموض الأمينية إلها مصدرين بس دع أحكي لك يوم بشكل بسيط بس أنتم مش مطالبين فيهم الآن أنا عندي كم حمضة حكيت حكينا فيه عندنا عشرين حمض من وين نجيبهم يا أستاذ؟ منجيبهم من المصدرين المصدر الأول من الجسم والمصدر الثاني من الغذاء من الأكل اللي باكله طيب جسمنا بيصنع من هدول العشرين حمض بيصنع إحداشر حمض ومن الغذاء بنحصل على تسعة حمض هذه هي مصادر الحمض الأمينية في عندنا حمض الجسم بيصنعها تلقائيا وعددها عشرين وفي عندنا حمض بنحصل عليها من الغذاء وهذا الكلام راح تخدوه بالتوجيه الآن انتو مش مطالبين فيه لكن للي بدي يسألني بيقول لي يا أستاذ هاي الحمض من وين تيجي؟ بقول لك الجسم بيصنع إحداشر واحد منها وتسعة بنحصل عليها من الغذاء هدول العشرين حمض بيكونولي إيش؟ بيكونولي جميع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان وبين كل حمض وحمض في عندي رابطة بسميها رابطة بيبتيدية ولهذا السبب سمينا البروتين بايش؟ سميناه بعديد الببتيد تابت تالي بقول لك البروتين هو عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية اللي عددهم عشرين حمض هذه الحموض ترتبط مع بعضها البعض بروابط شمالها بروابط بيبتيدية واضح؟ تمام؟ إن شاء الله الموضوع يكون سهل وبسيط إن شاء الله تعالى إذا في حدا مستوعب أي فكرة معينة يتواصل معاي على الواتساب على رقمي تمانهو 078-56-97-178 يتواصل معاي على الواتساب واسألني أي سؤال بدك إياه وبجاوبك عليه مباشرة إن شاء الله تعالى ما منقصر مع أي بني آدم أنا بهمني تطلع من عندي فاهم الموضوع 100% عشان لما تدخل على التوجيه ما تتغلب أبداً في موضوع البروتينات والDNA والRNA والقصص هاي كلياتها فبالتالي الRNA هو عبارة عن سلسلة واحدة مش سلسلتين بتكون أو مسؤولة عن تصنيع البروتين ويتكون من القواعد A, G, C وبدل T في عنيو وهي اليورسيل وهو عبارة عن أو السكر الموجود فيه شماله غير منقوص الأكسجين بينما الDNA شماله منقوص الأكسجين واضح؟ هذا بالنسبة لشكل بسيط الRNA إلا في الحصة الجاي بدنا نأتي الأنواع الRNA الRNA له ثلاث أنواع وهدول الثلاث أنواع مسؤولات عن إيش مسؤولات عن تصنيع البروتين حصة الجاي بدنا نحكي كيف جسمي وجسمك وجسمك بيصنع البروتين راح أشعلكم بشكل مبسط وبالتوجيه إن شاء الله تعالى نتفصل فيه بالشكل الكبير كامل لأنه حكينا هذا الموضوع مهم جدا في التوجيه هذا موضوع بيجعله في التوجيه كل سنة من ثمانية إلى اتناشر علامة فالموضوع جدا مهم الله يعطيكم العافية نراكم إن شاء الله عزيز وعلى خير وزي ما حكينا أي حدا عنده أي استفسار يتواصل معاي الدوسيات إن شاء الله عز وجل خلال هذا الأسبوع بتكون متوفرة في معظم مكتبات المملكة راح ينزل بوست على الفيسبوك إن شاء الله تعالى فيه جميع المكتبات الموجودة فيها في عمان في الزرقى في إربت بعجلون في جرش في الكارك كمان موجودة إن شاء الله تعالى في سحاب أيضا موجودة في مرج الحمام راح إن شاء الله وزع الدوسيات مجانا خلال يومين إن شاء الله تعالى راح تكون نازلة وحينزل بوست على الفيسبوك تابعوني على صفحتي على الفيسبوك إن شاء الله تعالى لحتى تقدروا تشوفوا الموعيد اللي راح تنزل فيها الدوسيات وأيضا الحصة إن شاء الله تعالى تروح على مكتبتك بتاخد دوسية مجانية وبتتبع معانا أول بأول لحتى تقدر إنك تستوعب إن شاء الله تعالى نراكم على خير الله يعطيكم العافية جيل 2007 سلام